بسم الله الرحمن الرحيم محاضرتي لهذا اليوم هي بعنوان مدخل إلى نظريات الترجمة المرحلة الكلاسيكية مما لا شك فيه أن الحكايات والقصص واللقى الأثرية التي تشير إلى بدايات الترجمة والأزواج اللغوية الأولى التي تمت بينها عملية الترجمة ومنها الحكاية الإنجيلية عن تبلبل الألسنة في مدينة باب العديدة ومتنوعة ولا تستند إلى دليل علمي قاطع وحاسم شأنها في ذلك شأن أصل اللغة الأولى ولغة الجنة فقد قال الفرنسيون والألمان وغيرهم بأن لغاتهم هي أولى اللغات مثل ما يؤمن المسلمون بأن العربية وهي لغة القرآن الكريم هي لغة آدم عليه السلام وهي كذلك لغة أهل الجنة في وقت كان فيه أهل اللاتينية يرون أن لغتهم هي اللغة وما عداها لغات بربرية وهمجية ونفايات وانطلاقا من خلفياتهم الحزبية التي يشكل العمال رتنا أساسيا فيها رأى اللغويون والمنظرون الماركسيون بأن اللغة بدأت منهم همت العمال وهم يقدحون اثناء تاديتهم لأعمالهم الشاقة ومهما كان عليه الحال فإنه من عظمة الخالق وحكمة تدبيره أن تعددت لغات بني البشر وتنوعت يقول الباري في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين فتنوعت بذلك رؤاهم إلى العالم الذي يعيشون فيه واختلفت ردود أفعالهم النفسية والاجتماعية والثقافية والسياسية إزاء ذلك العالم وإزاء بعضهم الآخر ولولا تلك السماوات والأراضي الفسيحة التي خلقها الله لنا ولولا تعدد ألسنتنا وألواننا لبقينا مجموعة مغلقة على حالها مثلها مثل أي مجموعة بشرية مندثرة أو في سبيلها إلى الاندثار أو بركة ماء راكدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما يهمنا من أمر هنا هو أن الترجمة بدأت من مدة زمنية معينة تكاد تكون لصيقة تكاد تكون لصيقة ببدء حاجة بني البشر المتعددي الألسن للتفاهم والتواصل فيما بينهم سواء كان ذلك التفاهم والتواصل إيجابيا أم سلبيا في الحقول والمعابد والمقايضة أم في ساحات الوغى وغيرها لكن التنظير للترجمة أعقب ذلك بزمن طويل لأن التنظير حاجة تعبر عن الترف والبطر وهي غالبا ما تلحق عملية إشباع الحاجات الأساسية وتلبيتها وقد لا تأتي مثل ما حصل مع فترة ازدهار الترجمة في عهد العباسيين الذين صرفوا جهودا كبيرة في ترجمة علوم الأمم المتقدمة آنذاك وآدابها ولم يعطونا سوى النزر اليسير في مجال التنظير وحين نتكلم عن نظرية الترجمة فإنه ليس بمقدورنا أن نطلق صفة النظرية ونعممها إلا على التوجهات النظرية التي برزت منذ منتصف القرن العشرين صعودا مثل ما تجمع على ذلك حاليا كتب دراسات الترجمة فجميع الآراء والنظريات التي سبقت ذلك لم تكن سوى آراء انطباعية قيلت في مدح أو قد هذه الترجمة أو تلك أو عبارة عن مقدمة كتبت لترجمة أو آراء بوجهات نظر مبثوثة في حقول وميادين نقول عنها إنها بعيدة اليوم عن دراسات الترجمة كالبلاغة والأدب المقارن واللسانيات التقابلية تلك الآراء ووجهات النظر التي غالبما يطلقها أصحابها من دون مقارنة النصين الأصلي والمترجم والتي تلخصها عبارات كلائشية مثل ترجمة جيدة رائعة سلسة تبدو كالأصل لا تنطبق عليها مواصفات البحث العلمي الحالي ومواصفات النظرية مثل ما متعارف عليه اليوم تمركزت تلك الأراء ووجهات النظر الانطباعية نابعة في معظمها من ترجمة النصوص الشعرية والدينية والفلسفية حول ما يسميه جورج ستاينر بالجدل العقيم حول قطبية الترجمة الحرفية ورد فور ورد والترجمة الإبداعية سنس فور سنس والأمينة فايدفول وهو ما نلمسه بصورة واضحة في كتابات ششرا سسيرو والقديس سان جيروم ومن تبعهما يقول سسيرو في معرض تقديمه لترجمته خطب كل من اسخين وديمستين وواضح هنا المترجم الحرفي الذي يسميه بالانتربريتر وما بين المترجم الغير الحرفي اي المترجم الخطيب الذي يترجم الخطيب وهو رأي حصيف وسديد طالما اكدنا عليه في تخصصية عمل المترجم واذا كان درايدن يؤمن بضرورة قيام الشعر بترجمة الشعر فان المثل الانجليزي القائل وترجمته بالعامية العراقية حرامي الهوشع رف حرامي الدواب يؤكد على دراية المترجم في حالة درايدن واللص في حالة الامثال وتماثل تجربة المترجم وخبرته مع المبدع في الحالة الاولى واللصين في الحالة الثانية أما القديس جيروم فيعبر عن ثنائية الترجمة الحرفية والترجمة غير الحرفية أثناء الدفاع عن ترجماته ضد الانتقادات الموجهة له واتهامه بالترجمة الضالة وغير المقبولة كنسية ومن الحضارة العربية الإسلامية جاءتنا الإشارة إلى طريقتين الترجمة الحرفية التي تزعمها يوحن بن البطريق وابن الناعم الحمصي والترجمة الحرة التي تزعمها حنين بن إسحاق وبعض آراء جاحظ عن ترجمة الشعر وظلت ثنائية الترجمة الحرفية والترجمة الإبداعية مهيمة على التوجهات الترجمية خصوصا في مرحلة تحول ترجمة الكتاب المقدس إلى ساحة للصراع الايديولوجي وإصرار الكنيسة الكاثوليكية الرومانية على وسم أي ترجمة تتقاطع مع تفسيراتها للكتاب المقدس بالضلال والهرطقة وأدت هذه التهم إلى إقاع أقصى العقوبات ببعض المترجمين ومنهم الفرنسي إيتيان دولي الذي أحرق على الخشبة بعد اتهامه بالهرطقة لتصرفه في ترجمة أحد حوارات فلاطون وبلور مارتين لوثر جهوده الإصلاحية الدينية بترجمة العهدين الجديد والقديم بتنوع لهجي ألماني مقبول ومفهوم من شرائح واسعة من المجتمع وحبر عن ذلك بقوله ويكون لوتر بقوله هذا قد أطلق عملية ديمقراطة الترجمة بسعيه للتواصل مع الجمهور والابتعاد عن اللغة المتكلفة والمتعالية عليه مثل ما كان قيصر روسيا وأمرائها يفعلون باستخدامهم للغة الفرنسية مترفعين عن لغة الشعب الروسية والتي كان رجال الدين يحرصون عليها لاحتكار الدين وتعاليمه وطمعا في المكاسب الدنيوية وشهد القرن السابع عشر أولى المحاولات لتنظيم وتقميم الآراء ووجهات النظر الانطباعية عن الترجمة ممثلة بمحاولات كاولي ودنهم ودرايدن فقد قسم درايدن أي الشعر الإنجليزي جون درايدن الترجمة إلى ثلاثة أنواع الترجمة الحرفية متافريز وهي الترجمة كلمة بكلمة وجملة بجملة ثانيا الترجمة الحرة الإبداعية بارفريز وهي الترجمة التي يتمتع بها المترجم بهامش من الحرية مبقيا المؤلف أمام ناظريه ومحافظة فيها على مقاصد المؤلف بدرجة أكبر من محافظته على معاني المفردات الفردية وثالثا المحاكات وفي هذا النوع من الترجمة ينطلق المترجم إلى أقصى آفاق الحرية ولا تقيده فيها كلمات المترجم ولا معانيه وقد مارس هذا النوع العديد من المترجمين الشعراء بوجه خاص ومنهم كاولي وفيس جيرول فيما بعد ويتخذ دوليه منهجا معياريا تقمينيا في الترجمة بوضعه خمسة مبادئ للترجمة الجيدة في مخطوطته السبيل إلى الترجمة بصورة جيدة من لغة إلى أخرى فيقول أولا على المترجم أن يفهم جيدا معنى النص الأصلي وروحه وأن يشعر بالحرية في إضاحة الأمور الغامضة ثانيا على المترجم أن يملك معرفة تامة باللغتين المنقول منها والمنقول إليها ثالثا على المترجم أن يبتعد عن الترجمة الحرفية رابعا على المترجم أن يبتعد عن الصيغ الحوشية وغير المألوفة خامسا على المترجم أن يختار ويرتب الكلمات بطريقة لائقة لكي ينتج الأثر المرغوب ويسير أليكزاندر فريزر تايكلر على خطى دوليف فيضع لنا في مقالته عن مبادئ الترجم عام 1797 ثلاثة مبادئ أما شلاير ماخر فيصنف المترجمين إلى نوعين هما مترجم النصوص التجارية ومترجم النصوص الأبداعية غير أن إشارته المهمة إلى احترام النص الأجنبي التي يشار لها كثيرا والتي يتبنها فيما بعد لورانس بيناتي معبرا عنها بمصطلحي التوقين ومترجم النصوص والتغريب فورينايزين هنا أو أن يترك المترجم الكاتب لشأنه بقدر ما يستطيع وينقل القارئ باتجاه الكاتب أو أن يترك المترجم القارئ لشأنه بقدر ما يستطيع وينقل الكاتب باتجاه القارئ وتشبه جدلية شلاير ماخر هذه جدلية الحديث عن العلاقة بين الأستاذ والطالب وإيهما يتحرك باتجاه الآخر وجدلية علاقة الفنان بالجمهور وهل أن على الفنان إن ينزل لمستوى الجمهور أم إن عليه أن يرتقي بوعي الجمهور وذائقته الفنية والأدبية ضاربا بعرض الحاط شعار الفنانين التجاريين الجمهور عاوز كده وبهذا العرض السريع والمكثف نكون قد انهينا ما يمكن أن ندعوه بالمرحلة الكلاسيكية من نظرية الترجمة التي تميزت بانطباعيتها ومعياريتها العاليتين وظلت بعض مهيمناتها وآراء رموزها مؤثرة في أجال المترجمين والمنظرين لغاية منتصف القرن العشرين ترجمة نانسي قنقر